السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واليوم هناك كلمة جديدة في لغويات أصل الكلمة دائما نسمعون أدب سيز أو أخلاق سيز أو حتى شرف سيز وإلى آخره فشنو معنات هذه الكلمة وشنو أصلها بالبداية أنه أدب سيز ككل هي تقالي شخص غير معدب وتعني أنه غير معدب أو بدون أخلاق أو بدون آداب فهي متكونة من مقطعين آداب تمام أو أدب اللي هي أخي نقول الكلمة العربية الأصلية وكلمة سيز كلمة سيز هي كلمة عثمانية تركية تكتب هذا الشكل أس يو زات تلفظ سيز وتعني بدون تعني بدون يعني من تقول لأدب سيز يعني أنت بدون أدب من تقول لأخلاق سيز معنات أنت بدون أخلاق تمام فسيز يعني تكون ملحقة بهذه الكلمة حتى تطيها لا وجودية أو يعني لا توجد أو عدم أو بدون زي نحن شلون نقول باللغة الإنجليزية أنه هذي الشخص غير خلوق أو غير معدب أو واقح أو فض أو إلى آخره نقول أم بولايت أم بولايت يعني بولايت هي معدب يعني طيب يعني إنسان مثلا كايند لطيف كذا بس نضيف إلى آي أم اللي هو تسوي فينقول أم بولايت أكو كلمة ثانية اللي هو رود اللي أيضا تعني وقح أو شخص غير معدب إلى آخره بالفرنسية تمام اللي هو قربة من كلمة الإنجليزية أو أو من الكلمات اللي نقدر نعبر عنها بلغة الإنجليزية والفرنسية وأيضا عرفنا أصل كلمة فسز هي ملحق تضاف لكلمة معينة تنفي الوجود أو يعني كما بمعنى لا شيء أو عدم أو بدون الكلمة التي تضاف إليها معناتها بدون أدب أخلاق يعني بدون أخلاق وإلى آخره